بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج وقد تكلمنا في الدرس الذي مضى والحلقة الماضية في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ونستكمل في بعض الإشارات التي لم يسعفنا الوقت في الإشارة إليها ذكر الإمام القرطبي قال أنه هناك حادثتان وقعتا من غرائب ما وقع في فهم القرآن بتأول خاطئ امرأة في أحد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نزلت إلى السوق واشترت عبدا وأخذت يعني تجامعه ظنا منها أنه للمرأة حق كالرجل في قضية يعني عندما يريد الرجل أن يشتري جارية من السوق وتكون ملك اليمين فلما علم بذلك عمر رضي الله تعالى عنها يعني سألها هي متزوجة فقالت نعم أنا كانت متزوجة ثم يعني ترملت قال فأراد رجمها فأدلت بحجتي قالت أنا ظننت أنه يعني ليس الله يقول إلا على أزواجي وملكة أيمانهم فهذا ملك يميني فأنا ظننت أنه يعني يكون للمرأة حق الرجل في هذا يقول فاستشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأشاروا على أنها لا ترجم لأنها تأولت خطأ آية في كتاب الله ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنها لم يرجمها إنما يعني عاقبها عقوبة قال لا أحلك لحر من المسلمين عقوبة لها و أبع يعني لم يرجمها و أمر بالعبد أن يباع و يباع خارج البلد التي تقيم فيه هذه المرأة و كذلك يعني يروي القرط بأن الحادثة هذه وقعت في عهد عمر بن عبد العزيز أيضا أيضا امرأة لجهالتها في المسألة و أيضا سيدنا عمر يعني لم يرجمها إنما يعني فرق بينها وبين العبد ثم أمر أن يباع العبد و يبعد خارج المدينة التي هي فيها ربما يعني سائل يسأل يقول هنا قال أو ما ملكت أيمانكم أليس ملك اليمين عاقل فما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قال ما ملكت و لم يقل من ملكت أيمانكم لأن كما نعرف أنه من للعاقل و ما لغير العاقل نقول هنا ملك اليمين يعني اجتمع فيها وصفان كما ذكر أهل التفسير وصف التأنيث و وصف أيضا مشابهة المتاع و السلع في أنها تباع و تشرى فلكون أن على هذا المعنى جاءت في معنى ما و ما في الإبهام أكثر من من قال أو ما ملكت أزواجهم نعم ما زلنا في سورة المعارج و يعني وصلنا إلى قول الله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمٌ إحنا وصلنا عفوا إلى وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَةِمْ وَأَحْدِهِمْ رَعُونَ أيضا قلنا الأمانة والعحد شدد عليها العلماء تجديدا عظيما قالوا لأنها هذه كأنه شعار للمؤمن ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام صفات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان يعني لذلك جعلها من صفات الإيمان يعني وجعلها جعل المخالفة فيها من صفات النفاق نعم فلذلك أكد النبي على قضية المحافظة على أحد والمحافظة على الأمانة لأنها كما قلنا من صفات المؤمنين قالوا الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم أو بشهادتهم قائمون وأيضا من ما يعني ذكر في هذا المقام قالوا أنه الإفراد عندما قال بشهادتهم على التوحيد قالوا إما يراد منها شهادة أن لا إله إلا الله وأقيموا الشهادة لله فجعل أقيموا الشهادة لله على هذا المعنى فمن أفرد حملها على شهادة التوحيد حتى أنه قال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال استقاموا عليها إلى مماتهم أي أنه كما قال عليه الصلاة والسلام إن إيمان أحدكم لا يخلق كما يخلق الثوف فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله أي أنه حافظوا على التوحيد وحافظوا على طاعة الله سبحانه وتعالى ومن أخذها على الجمع عفوا التوحيد قلنا إما شهدت أن لا إلا الله أو أنها المراد من الواحد الجمع يعني قد يأتي الواحد الإفراد ويراد منه الجمع وهذا كثير في القرآن الكريم أن يأتي على معنى الجمع وإن كان مفردا كما قال تعالى يعني ثم يخرجكم طفلا وهو يخرجنا أطفالا قال وإلا أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمي قال مكرمي رغم أنه قال ضيف قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير مع العلم الصوت وذكر الحمير جمع أجل لكم الله فهذا كله تدل على أنه أراد الجمع قال و أما من قال بشهاداتهم قال لأنه لتنوع الشهادات فقد ذكر الإمام الشنقيطي أيضا في قضية الشهادات وشهادة المؤمن قال ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر من ثمان مواطن ذكر الله فيها الشهادة في قضية الزواج وفي قضية الطلاق وفي قضية الرضاع وفي قضية كتابة الأموال ويشهد بي ذوى عدل منكم ويشهدوا شهدين من رجالكم في كتابة الحقوق في قضية الدين في مسائل كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مسألة الشهادة لأهميتها و لأنها حقيقة يعني عليها قوام قوام كثير من مسائل في الحياة تحتاج إلى شهود و جعل الله سبحانه وتعالى شهادة الرجلين يعني في الأمور العامة و جعل في قضايا الزنا الشهود أربع لخطورة الأمر و لعظمه و ليشعر المسلم عظم هذا الأمر الذي يقدم عليه لأنه كما قلنا عندما خص الله و الذين من المفروجهم حافظون لمسألة عظيمة يعني يعلم الله سبحانه وتعالى أن المجتمع يحتاج إلى هذا الأمر خاصة يعني الله مطلع و عالم بما سيكون إلى آخر الزمان فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لذلك جعلت هذه الآية في هذا المقام لبيان عظم ما يبنى على الشهادة و جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الزور من الموبقات حتى أن بعض أهل الحديث كالقاري و غيرهم و كذلك من حجر و العيني قالوا أن النبي كان متكئا فجلس قال ألا و قول الزور ألا و شهدة الزور قالوا تحول النبي عليه الصلاة والسلام من اتكائه إلى جلوسه يشعر بعظم ما سيلقيه على الصحابة و لذلك الراوي يعني رضي الله تعالى عنه عندما نقل كان متكئا فجلس ما نقلها عبثا نقل لأنه شعر بي لأنه عربي فيعلم أن هذا الالتفات و انتقال النبي من جلوسه من اتكائه إلى جلوسه هو انتقال عظيم لإرادة إشعار أيضا مما سيلقي النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال فما زال يكررها حتى قلن ليته سكت حتى هذه الجزئية أيضا حاش النبي على الصحابة يملون من صوته يملون من صوته أو من كلامه لكن أرادا يشعر من يسمع الحديث على أن النبي ما زال يكررها تعظيما لحقها وتعظيما لمكانتها و لذلك ذكرت ضمن المبقات ضمن الأشياء التي تهلك العبد بقضية الشهادة و بالمناسبة ربما من بعض يقول يعني لعلي أشهد شهادة ثم أتوب بعد ذلك نقول لا هنا يتعلق معك حق عبد حق العباد يتعلق معك و هذه من الدواوين التي لا يغفرها الله هناك ديوان يغفره الله و ديوان لا ينظر إلي و ديوان متعلق بحقوق العباد ديوان متعلق بحقوق العباد هذا يعني لا يظن العبد أنه شهد شهادة زور أو تبلع على رجل أو يعني افترى عليه مسألة ثم بعد ذلك قال لك خلاص أنا رح أتوب يعني يتوب و من تاب تاب الله عليه نعم من تاب تاب الله عليه ولكن الحقوق التي بنيت على هذه الشهادات التي قدمتها الحقوق التي وقعت على هذا الزور الذي قدمته هذا البهتان الذي طرحته من الذي يتحمل حقوق كثيرة في ضياع ميراث في قضية زواج وطلاق في قضايا حقوق للمسلمين كثيرة لذلك يجب أن يتنبأ العبد إلى قضية الشهادة هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الشهود من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها يعني يأتي فيقدم شهادته قبل أن يسأل الشهادة هو يتبرع بتقديم الشهادة وحديث آخر أيضا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ذم بعض الناس فذكر من صفاتهم قال أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا أي أنهم يسارعون في الشهادة قبل أن يطلب منهم الشهادة ذكر إمام التحاوي في قضية التوفيق في الأثرين في هذين الحديثين كيف يفهم أن النبي مر مدح من قدم الشهادة قبل أن يسألها ومن يعني تبرع بالشهادة أنه جعله في حالة الدم للعلماء أقوال لكن أنا حقيقة رأيت قول لابن فرحون أحد الفقهاء قال كلاما جميلا قال الشهادة في حق الله تقع على قسمين قسم يستديم به الحرمة كالرضاع والزواج والطلاق وغير ذلك من الشهادات التي حرمتها دائمة مستديمة فهذه واجب عليه أن يؤدي الشهادة حتى وإن لم يسأل والثانية قالوا إنما هذه حرمتها وقعت ثم زالت وهي من باب الستر على المسلمين أي أنه رأى في حالة زنا رأى إنسان في حالة زنا رأى إنسان في حالة شرب خمر كذا هل أنه عليه أن يذهب فيفضح هذا الإنسان طبعا هنا يقع عليه الحديث الثاني أنهم يشهدون قبل أن يستشهدوا ولذلك لما حصل في قضية ماعز وقيل في غيرها أنه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للشاهد قال هل لا سترته بثوبك لأنه ربما يكون هذه قضية الستر وقضية أنه تستره بثوبك عله يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولعله إذا فضح أمره وانتشر بين الناس أنه يجاهل بالمعصية لأنه خلص يعني يعتبر أن الأمر قد انتهى ليس له رجع إلى الله سبحانه وتعالى وليس له رجع إلى صف المؤمنين فيجاهل بالمعصية فيقع العبد الذي أدى الشهادة وكأنه جرأه على المعصية والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال في قضية أحد الصحابة نعيمان على ما يقال أنه لما أتي قد شرب الخمر وقد أخذ بعض الصحابة يلومه ويشدد عليه في القول فقال لا تعينوا الشيطان على أخيكم أي أنه هنا لا تعينوا الشيطان على أخيكم لأنه ربما يعني يذهب العبد فيقول طالما أنه فضحت وانتهى الأمر إذن لا سيجاهل بالمعصية ولن يستحي منها ولن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وهذا كله مخالف لما أرادته الشريعة من الستر ومن الحفظ ولذلك أؤمنهم أيضا من ذهب إلى غير هذين القولين قالوا أنه أما قضية أنه يعني تعتمد الشهادة هنا على معرفة القاضي بمن له الشهادة قال إذا كان القاضي لا يعلم من هو الشاهد في هذا والأمر متعلق على من يأتي بالشهادة فهو لخير الشعود الذي يأتي فيقدم الشهادة لأن القاضي لا يعلم من الذي سيشهد لهذا الرجل ويبرئه في هذا الموقف إذن هذه الحالات التي قيلت في قضية الشهادة قالوا والذين هم بشهادتهم أو شهاداتهم قائمون أي محافظون عليها قائمون عليها أي أنه لا تغيرهم لا يغيرهم رشوة ولا تغيرهم خوف أو ضغط من ذوي سلطان أو من ذوي مكانة أن يغير الكلام ويغير الشهادة خوفا من ذلك من ذلك السلطان أو من ذلك صاحب المقام لأنه يجب أن يعلم أن الشهادة لله وأن تقام الشهادة لله ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني وردت لفظة الشهادة والمحافظة عليها والقيام بها في كثير من الآيات الكريمات التي تكلمت عن حفظ حفظ الشهادة والقيام بها على وجهها وعلى أنه كما قال تعالى فإنه من يكتمها فإنه آثم قلبه من يكتمها فإنه آثم قلبه جعل إثم في القلب ليس إثما عليه فقط بل قلبه آثم قد تلبس بالإثم إذا كتم شهادة وربما قد تكون بعض الشهادات ينبني عليها يعني حياة إنسان وينبني عليها ربما مصير إنسان وكثير مما يقع مع شديد الأسف من كثير من الناس عندما يذهبون ويأتون بشهداء شهداء زور فيشهدون على مثلا قضية ميراث أو قضية توزيع إرث على أنه الورث هؤلاء ويستثنون إن كانت لهم أخت مريضة أو أخ معاق أو غير ذلك يستثنونهم من الميراث وهذه كلها إن جرت وإن نجح بها العبد في زمانه وفي وقته ولكنه يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سينتقم لهذا العبد يعني كما قال خالد البرمكي قال لأبيه يوم عندما حبسهم الرشيد في السجن قال يا أبتي أين كنا وأين أصبحنا وين كنا وين أصبحنا نملك ونأمر وننهي وأين أصبحنا الآن في السجن فقال يا بني إنها أصابتنا دعوة مظلوم نمنا عنها ولم ينم عنها الله نمنا عنها ولم ينم عنها الله ولذلك أصابتنا ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يعني يبكي العبد في ذهني أن الله غالب على أمره أن الله غالب على أمره مهما تكتم من فعل سوء فاعلم أن الله سبحانه وتعالى بتقديره أنه غالب على أمره سيظهر ذلك الأمر ولن يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى قال والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون و أيضا قرية على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون قال أهل التفسير قالوا ابتدأ الله سبحانه وتعالى بضبط صفة الإيمان بذكر الصلاة فقال والذين هم على صلاتهم دائمون ثم ختم الصفات والذين هم على صلاتهم يحافظون قالوا لعظم الصلاة ولأهمية الصلاة ولمكانة الصلاة فجعلت جعلة الصلاة هي الضابط بين صفة الإيمان فابتدأ بذكر الصلاة وختم أيضا بذكر الصلاة لأنه بعد الآية أولئك في جنات مكرمون أي أنه من حافظ على هذه الوصايا التي أوصل له سبحانه وتعالى بها وليس المقصود المحافظة عليها فقط هذه هذه من جملة الوصايا التي وصل الله سبحانه وتعالى بها فقد جاءت وصايا أخرى في سور أخرى كسورة المؤمنون عفوا وكسورة الإسراء وغير ذلك من السور الكثيرة التي جاءت فيها وصايا من الله سبحانه وتعالى لعباده بضبط قضايا الإيمان والمحافظة على ما أمر الله سبحانه وتعالى به لأن الله أعلم بحال الإنسان وأعلم بما يصلح من حال الإنسان فقال هنا قال والذينهم على صلاتهم يحافظون قالوا أنه الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وكذلك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها كفر وأحاديث كثيرة تدل على عظم الصلاة حتى في الحديث أنه يعني خير ما يعني يقوم به العبد أو يتمه العبد هو الصلاة إن خير أعمالكم الصلاة كما ورد في الحديث إن من خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن لحظة هذه الإشارات يعني تدل على قضية الإيمان قضية الإشارات يعني هناك قضايا معنوية لا ترى يعني لا يمكن أن نراها لكنه نلمس آثارها يعني كيف نعرف أنه فلان مؤمن أو فلان متقي قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فشدوا له بالإيمان إذن اعتياد المساجد وارتياد المساجد هذا أيضا جزء من الآثار التي تظهر بها القضايا المعنوية فهنا قال على صلاتهم يحافظون ولذلك يعني أول ما يرفع من بين الناس كما ورد في حديث صحيح أول ما يرفع من الناس الصلاة أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يرفع منهم أو من بينهم الصلاة كما ورد في الحديث لذلك قضية الصلاة هي إشارة إلى الإيمان متى ما رفعت الصلاة إذن يعلم الناس أنه قد يعني ذهب الإيمان لأن الصلاة هنا حيث ما جاءت وأينما جاءت يدور معها مدار الإسلام ومدار الإيمان والمحافظة عليها وإدامتها لا شك أنها من العلامات التي تجعل العبد صفة واضحة في مسمى المسلم ومسمى المؤمن يذكر ابن جماعة يقول أن هناك بعض الآيات جاءت في سورة المعارج ولم تأتي في سورة المؤمنون كما ذكر عن قضية الذين هم لأماناتهم وحدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون قال لم ترد هناك ووردت في هذه السورة قال لأنه هنا السورة تكلمت عن صفة الإنسان وذكر صفاته صفات السوء التي جعلها الله فيه وأمره أن يعني يحاربها وأمره أن يخف من وطأتها وإنما يعني يتعامل معها على قدر ما تستقيم به الحياة وقد تكلمنا عن هذا في أول ما تكلمنا عن صفات إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة نعم قال هنا عندما ذكر هذه الصفات في هذه السورة وبين حال الإنسان هنا وسع في المسألة لأنه الإنسان لا شك أنه ينفر طبعه عن بعض المسألة التي يلزم بها لأنه هلوع لا يستحب ما يكرح عليه أو ما يضبطه ويقيده ويستحب أن النفس دائما يعني والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه يحتاج ضبط النفس والحتاج إلى هذا هذا فيه صعوبة على الإنسان عندما يضبط نفسه في هذه المسألة ولذلك قال ذكرت في هذه السورة ولم تذكر في سورة المؤمنون وهناك سؤال أيضا ربما يقال أنه ما الفرق بين قضية أنه قال صلاتهم دائمون وأنا قال على صلاتهم يحافظون بين الدوام وبين المحافظة أشار أهل التفسير إشارة لطيفة قالوا في أما الأولى في قضية على صلاتهم دائمون فالإشارة في دوام الصلاة في ذاتها أي في خشوعها وركوعها وسجودها وما يكون فيها من تركيز العبد في الصلاة واهتمام العبد في الصلاة فهذا قال دائمون وقد تكلمنا أن الدائم يأتي على معنى الخاشع قال قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقلنا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبللنا أحدكم في الماء الدائم أي الماء الساكن والسكون قريب من الخشوع فأخذ على معنى لازمه قالوا أما المحافظة هنا المحافظة قال والذين هم على صلاتهم يحافظون قالوا أن المحافظة على الصلاة تحتاج ماذا تحتاج الاهتمام بوقتها وتهيئة المصلي نفسه للصلاة يروى عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه قالوا إذا كان توضأ وأراد أن يقف للصلاة يتغير لونه ويتغير وجهه فيقولون ما لك هل أصابك شيء قل لا أتعلمون من أقابل أتعلمون لمن أصلي أنا وسأقف بين يدي من هذا الاستشعار في الصلاة استشعار على وقتها عدم ضياع وقت الصلاة المحافظة على وضوءها المحافظة على وضوء أصلا حتى يصلي فيها الصلاة هذا كله من باب المحافظة فكأن الديمومة جاءت لذات الصلاة والمحافظة جاءت على هئاتها وأركانها وأوقاتها ووضوئها حتى أن العلماء قالوا في قضية أماناتهم قالوا أن ما أمن الله به العبد قسمان قسم يراه الناس وقسم لا يراه الناس عندما وهذه كلها من باب المحافظة ومن باب أيضا الأمانة التي ذكرناها قالوا عندما يعني الإنسان يتوضى لا يعلم أحد حسن وضوءه من سوء وضوءه هل أتم وضوءه أم لا عندما يصلي يعني يصلي هل أتم صلاته أم لا هذه كلها بين العبد وبين ربه عندما يصوم هذه عبادة لا يرىها أحد تكون بين العبد وبين ربه لذلك جعل الله سبحانه وتعالى المحافظة على هذه كلها أمانة وذلك قال الإمام الألوسي قال وكل ما فرض الله به فرضه الله على عباده فكله أمانة ولذلك جاءت هنا يحافظون على الصلاة والمحافظة على الصلاة قالوا حتى المحافظة على الوضوء والمحافظة على الاتجاه القبلة ورعاية هذه المسألة لا يقوم فيصلي فينقرها كما ينقر الغراب ولا يفترش كما يفترش الكلب ولا يعني لا ينتبه إلى هذا ولذلك هذه دعوة مني أن الصلاة هي يعني ركن عظيم من أركان الإسلام لذلك واجب إن كان الرب الأسرة أو الرجل لم يعلم أولاده شيء ولكنه سيحاسب على كل التقصير ولكن أعظم التقصير الذي يحاسب عليه هو محاسبته على عدم يعني إعلام أولاده أو بناته كيف يصلون وذا ما نراه كثيرا بين الناس أنه كثير من الشباب ربما يعني لا يعرف كيف يصلي وما ذاك إلا لأن أهله لم يعني لم يكن الوالد أو الوالدة لم تقم بتعليمه كيفية الصلاة وكيفية حصن الصلاة كثير من الناس يصلي وأمامه صوت التلفاز أو يصلي بين جماعة يتكلمون ويفحكون وغير ذلك وهو لا يعي ماذا يقول في الصلاة إنما ينقرها نقرا وهذا كل هذا ذلك مخالف عن قضية المحافظة على الصلاة والقيام بها كما أرادها الله سبحانه وتعالى وفي الكلام بقية ندخله إن شاء الله في الحلقة القادمة إذا مدى الله لنا إلى ذلك الحين نستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة